عشر كبرى ما هي هذه العشر؟ أسرد هذاك لتعرف كيف سينتهي هذا العالم الذي نحن فيه أولها أن يخرج المسيح الدجال هذه أول علامة من العلامات العشر وهو رجل أعور فتنة من أعظم الفتن التي ما من نبي إلا حذر أمته منه ما مر نبي إلا ويحذر أمته من هذا الدجال ونحن في كل صلاة من صلاتنا نتعول من الدجال هذا الدجال سيمكث في الأرض أربعين يوما أيامه مختلفة يتنقل بين الأرض ولذلك يذهب إلى مكان اليوم في طول سنة هل يوجد في الأرض الآن أماكن اليوم فيها طول سنة؟ نعم يوجد يوجد أماكن لا تغيب الشمس فيها إلا ساعات في السنة كاملة النهار فيها يزداد على ستة أشهر وسبعة أشهر موجود الآن فهو يصل إلى ذلك المكان يوم من طوله سنة ويوم من طوله شهر ويوم من طوله جمعة يعني سبوع وباقي أيامه مثل أيامنا هذه إذن معظم الوقت سيقضي في هذا الأرض التي نحن فيها ينطلق يعيث في الأرض فسادا يفتن الناس في دينهم يجل الله عز وجل على يديه خوارق من خوارق الأمور يختبر فيها المؤمنين لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل فأسأل الله أن لا يعرضنا للدجة لأنه مصيبة فتنة يأتي إلى الرجل فيخرج يقول هذا قبر أبوك فيقول نعم يضرب على القبر فيخرج الذي يخرج ليس أبوك لأنه لا يمكن أن تموت نفس فتعود إلا يوم القيامة هذا كلام الله عز وجل لكن الذي يخرج شيطان على هيئة أبيك فيقول يا ولدي اتبعه فإنه على الحق أسألك بالله أبوك لما يطلع من القبر ويقولك اتبعه ألا تتبعه فتنة يجلس في الأرض أربعين يوم كما قلنا في أثناء ما هو موجود تنزل الآية الثانية وهي نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل تحمله الملائكة ينزل وقت الفجر فإذا نزل وإذا بالناس تجتمع لأداء الصلاة فلا يصلي فيهم يقول تقدم يا نبي الله فيرفض أن يصلي فيهم إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي مأمومه ونبي من كرامة هذه الأمة ما هي مهمة عيسى بن مريم عيسى بن مريم يمكث في الأرض سبع سنوات ينطلق في الأرض أول مهمة يبحث عن الدجال لينتهي من فتنة الدجال فيبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه حتى يدركه في فلسطين في موقع اسمه باب اللد الدجال أين سيخرج سيخرج في أصفهان في إيران وأين سيوجد ويموت سينتهي ويموت في باب اللد في فلسطين ما يلفت انتباهكم هذا الأمر إلى شيء إيران هناك الرافضة وفلسطين هناك اليهود الآن سيخرج من أرض الرافضة ويموت في أرض اليهود إذن اليهود والرافضة هم على قلب واحد ولو أظهروا لك العداء لا يمكن أن تجد الرافضة إلا وهم على قلب واحد مع اليهود ولذلك اليهود لما تبحث عنهم الآن تجدهم في إيران موجودين في أصفهان سبعون ألف يهودي هم الذين سيخرج عليهم المسيح الدجال وينطلقون معه يعيثون في الأرض شررا وفسادا فيدركه عيسى بن مريم عند باب اللد فإذا عيسى بن مريم رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء فيدركه ويضربه بخنجره ويقول إن لي فيك ضربة لن تخطأها فيقتله فتنتهي فتنة المسيح الدجال يعود عيسى بن مريم إلى الأرض يدعو الناس إلى دين الله في أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى فإذا هدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم بشر لا يحصيهم إلا الله يعني أقرب لك عددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية هذه البحيرة في شرق فلسطين طولها ثلاثين كيلو وعرضها أقصى عرض لها تقريبا أربع كيلو متر تخيلت الآن خزان هذا الماء ثلاثين كيلو في أربع كيلو يعني مئة وعشرين كيلو متر بربا هذه البحيرة مليانة ماء يمرون عليها وهم يمشون يشربونها 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 فإذا وصل آخر واحد فيهم يقول لأصحابه يقولون كان هنا ماء مش معنى هذا شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون كم عددهم هؤلاء عدد مهول فلا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه ويهلكون الأخضر واليابس يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لعيسى بن مريم إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا يمكن أن يقاتلهم ولا يواجههم أحد فافزع إلى الطور فيذهب عيسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الطور إلى الجبل ثم يصلون إلى أرض فلسطين فإذا وصلوا إلى هناك يكونون نشر الشر في كل مكان وأفسدوا يعني شرهم آذى الناس فيفزع عيسى بن مريم إلى الله أن يخلص الله المسلمين من شرهم وهنا تظهر قوة الله عز وجل يرسل الله عليهم دود اسمه النغف يتسلط على رقابهم دود ينتشر فيهم في رقابهم فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة الله أكبر ما أعظم الله فإذا ماتوا انتفخت أجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم فعندها يدعو الله عز وجل عيسى أن يخلص الناس بشرهم فيرسل الله تعالى طيورا كأسلمة البخت كرقاب الجمال يعني طيور كبار فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله أما إلى البحار أو إلى أي مكان ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر هذا المطر ينتشر في الأرض فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام من وصف البركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم القوم اللي هم من ثلاثة إلى تسعة تسعة رجال يستظلون في قشر الرمانة ليس في قشر في ظل شجرة الرمان لا الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها أن سبعة رجال يجزون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الأرض يقعد عيسى بن مريم سبع سنوات يقسر الصريب ويقتل الخنزير ويدعو إلى التوحيد فيدخل الناس في دين الله أفواجا ويحج بيت الله ويعتمر ويجرس سبع سنوات والأرض كلها أصبحت تعود إلى الدين أفواج أفواج مع خير وأمطار وبركة تخرج في الأرض تعود يعني الأرض بكر كما كانت جميلة ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الآن انتهت ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاحوا واطمأنوا يعود الشيطان مرة أخرى يفسد في الناس ثم بعد ذلك يعود الناس إلى الضلال فيخسف خسف في شرق الأرض يتحدث الناس فيه الخسف ما هو مدينة كاملة يخسف بها في ليلة الواحدة فيبحث عنها لا توجد يعني ما هو خسف بسيط لا خسف يتحدث فيه كل الناس وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف هذا العلامة الرابعة إذا بخسف آخر في غرب الأرض ثم خسف آخر في جزيرة العرب الآن كم علامة ست علامات من علامات الساعة ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض يغش الناس كما قال الله عز وجل يتأذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية ويتأذى منه غير المؤمنين أذى شديدا هذا الدخان يغش الأرض كلها كل الأرض يغشها هذا الدخان يعني ليس دخان غبار في منطقة لا كل الأرض ثم ينقشع هذا الدخان هذا الدخان هو انذار لآخر ثلاث علامات وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الثلاث الأخيرات هي الختامية السابعة أو عفوا الثامنة اللي هي أول الثلاث الأخيرات أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها لها تخرج دائما من مشرق الآن تخرج من المغرب وبمجرد ما أن تخرج الشمس من المغرب تضع الملائكة أقلامها فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع خلاص انتهى الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة تخرج الشمس في بعض الروايات أنها تخرج ثلاثة أيام متتابعة تخرج ثم تخرج ثم تخرج ثم تعود تخرج من مشرقها كما كانت بعد ذلك الناس خلاص الآن تجلت لهم العلامة وبدأ الرعب في الناس بدأ الخوف بدأ اليقين بس خلاص ما فيه لا صلاة ولا عبادة ولا طاعنتها ثم تخرج دابة تكلم الناس كما قال الله عز وجل تدور في الأرض هذه الدابة في حديث ضعيف أن من واجباتها ومهامها لا أنها تسيم الناس يعني تحط عليهم واسم هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر تلبذ فترة ثم تموت الدابة ثم تخرج آخر علامة من علامات الساعة الكبرى وهي نار تمشي مثل السيل فيها روايتين أنها تخرج من بحر اليمن من الجنوب وفي الرواية الأخرى أنها تخرج من شرق الأرض المهم أن هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يعني إذا جاء الظهر وقفت إذا جاء الليل وقفت وإذا انتهى الليل مشت والناس تهرب منها سيل سيل حميم نار تسوق الناس تجمع الناس كل أهل الأرض يجتمعون في أرض محشر الدنيا وهي الشام فإذا اجتمعوا فإذا اجتمع البشر كل البشر اجتمعوا في أرض الشام يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحير لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة تمشي هذه الريح وتقتل تقتل تقتل فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض ويرفع القرآن ويرفع كل شيء في اسم الله ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فكيف تقوم الساعة صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع للبوق في ثمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة فينفخ الصور نفخة واحدة صعقة نفخة قوية صوت شفت البرق شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها صوت رهيب جدا كل من يسمعه يصعد مباشرة يبدأ هذا الصوت أول من يسمعه رجلا يلوط حوض إبلي فيموت يرتفع الصوت يا سيتبايعون يموتون يرتفع الصوت يمر الصوت كده يمشي مثل الريح السريعة فلا يسمعه أحد إلا ويموت ويبدأ الموت في الناس يبدأ الموت الصوت يمشي والناس تموت 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 البهائم تموت الدواب تموت البشر يموتون والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة فإذا مات الملائكة فإذا مات الملائكة اضطربت السماء والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور السماء مورا تبدأ تتقلب تكون وردة كالدهان النجوم تنكدر الشمس والقمر يصطدمان السماء كانت محجوبة ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض ثم بعد ذلك تتزلزل تدك الأرض دكا دكا وتتفجر الأرض ببراكينها فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر والناس تصيح ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله ونوفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله من هم الله عز وجل ينادي ملك الموت من بقي يا ملك الموت فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير لم يبقى إلا أربعة لم يموتوا فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحهم فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يسأل الله ملك الموت من بقي فيقول لم يبقى إلا عبدك الفقير فيقول الله له مت فيموت فيموت فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه ثم يرجفها ثلاث رجفات ومع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد الغهار وتنتهي بذلك الدنيا كلها ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم